بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثاني متوسط في هذا الدرس طبعا درس لهذا اليوم هو صفحة 52 صفحة 52 درس كلش مهم يحتوي على هذه القطعة عليها مجموعة أسئلة بالإضافة إلى نسوي تقريب على هذا الموضوع القواعد المهم اللي هو الحالة الثانية من المبني للمجهول إن شاء الله رح يكون درس لهذا اليوم أشرح لكم موضوع المبني المجهول مثل ما شرحته بالحالة الأولى بالمضارع البسيط وكذلك بنفس الدرس أشرح لكم هذه القطعة اللي تتحدث لي عن الراديو وكذلك التلفاز عزيزي الطالب طبعا نروح عانيك هنا حتى نشرح المبني للمجهول لكن كالعادة في البداية نشرح الاختف والباسف طبعا هنا اليوم الحالة الثانية والحالة الثانية تكون عندك بالزمن الماضي البسيط اتفقنا لك أنت عندك بالثاني متوسط ثلاث حالات المضارع البسيط أخذتها بالحالة الأولى والماضي البسيط إن شاء الله اليوم وإن شاء الله الدرس الجاي أشرح لك الحالة الثالثة باستخدام الكان نجي أول شي نفس ما متفقين إنه الاكتف هو المبني للمعلوم والباسف هو المبني للمجموع المبني للمجهول وذن ثانية اليوم في حالة الماضي باست باست يعني باست اكتف المبني للمعلوم بالزمن الماضي and past passive والمبني للمجهول أيضا بيزمن بالزمن الماضي زيان استاذ نجيش ناخذ أول شي ناخذ الاكتف أجي أباوع للجملة بيها إيدي لو إيدي لو شاذ لو إيدي لو شاذ وذا تتذكر ياه هناك الجملة الفعل الرئيسي بالحالة الأولى لو بي اس لو مجرد لكن هنا لو إيدي لو شاذ زيان استاذ هس هذي هذي تقول انتا اكتف يعني هذي مبني للمعلوم شون عرفناها لأن الفاعل موجود الفاعل شنوى موجود زيان استاذ إنت تقول past active إنو هي هاي جملة مبني للمعلوم في الزمن الماضي شون عرفتها الزمن الماضي من خلال الإيدي وبعض الأحيان شو تكون تكون شاذة زيان شوان الفاعل ماركوني ماركوني اللي هو هذا العالم إن شاء الله رح نشتغل عليه ندرسه يعني بصفحة 52 هذا الفاعل شبيه هذا الفاعل invented اخترع the radio اللي هو الراديو عزيز الطالب اللي يحتور هذا مفعول به إذن إذن هاي الجملة active لإحتوائها على الفاعل زين بيا زمن طبعا past active ليش لأن عندي إيدي يعني مبني للمعلوم في الزمن الماضي من خلال الإيدي ركز على الإيدي الراديو was invented قد اخترع buy ولو تتذكر الباي قلت لك إذا لقيت الباي لاحظ إذا لقيت الباي معناها مبني للمجهول وبعدك فكرة ثانية بادية بيمن بالمفعول به إذن باختصار شديد ومراجعة طبعا active هي الجملة التي تحتوي على فاعلها فاعل الجملة فاعل الحدث أما passive هي الجملة التي تبدأ بمفعول به وقد تحتوي على يمن على buy هسه رح نجي نشرح الشيء المهم إنه الموضوع طبعا المهم هو past passive المبني للمجهول في الزمن الماضي زين شون يجيني بالامتحان إيه أبو يطيك ياها جملة active وانت ش تحول ياها تحول ياها passive لاحظ ينطيك ياها active وتجي تحول ها passive هذا جدا مهم تدير بالك عليها وهذا الموضوع أيضا مثل ما قلت بالدرس السابق من إيش راحت لك المضارع المبني المجهول بالمضارع قلت لك موجود بالثالث وموجود بالرابع وبالخامس وبالسادس وموضوع جدا مهم زين استاذ أوكي هس عرفنا إنه مهم وعرفت شغلة إنه يطي نياب active ولازم أحاول المن بالpassive اللي هو المبني المجهول شلون نفس طاعدة المضارع البسيطة جطيت تختلف لكن تختلف ليش لأن الزمن اختلف الزمن اختلف زين استاذ وين هالقاعدة هاي القاعدة اللي تمشي علي استاذ نفس هذي تذكر هم بدت بالمفعول بي اي هم تبدأ بالمفعول بي لكن هناش كان عندك هناك ش كان لكن هناش عندك وز وير وز وير وبعد شنو فعل بالتصريف تالف وأرجع مرة ثانية أشرح اللي هي تحت عنوان خطوات الحل الخطوة الأولى يجب معرفة زمن الجملة يجب معرفة زمن الجملة ليش استاذ لأن انت عندك ثلاث حالات الحالة الأولى بالمضارع والحالة الثانية بالماضي والحالة الثالثة اللي هي باستخدام كان فلازم تعرف شنو زمن الجملة زين استاذ ليش كان لازم أعرف زمن الجملة حتى تستخدم القاعدة المناسبة زين استاذ هناك يعني عرفت الجملة من خلال الفعل الرئيسي هناش لون أيضا من خلال الفعل الرئيسي تجي للفعل الرئيسي لو بي لأيدي طبعا بالاكتف لأ لن هو يطيك ياها اكتف لو بي ايدي لو شاف وهس راح نجي آنياك عزيزي الطالب نجي بعد ما تعرفنا على زمن الجملة إنه ماضي بسيط بما إنه ماضي بسيط أستخدم هاي القاعدة ش أسوي ماضي بسيط هس عرفتها من خلال جيت شفت الفعل الرئيس شفت الفاعل وإجا بعد فعل رئيس يحتوي على اليمن على إيدي إذن زمن الجملة شنو ماضي بسيط بما إنه ماضي بسيط لازم أمش على هاي القاعدة القاعدة شكرا مكون بيها ثلاث مكونات مفعول به لو فعل بالتصريف الثالث واحد اثنين ثلاثة زين استاذ قبل لا تروح قبل منه والوير مع منه الوز مع المفرد والوير مع الجمع وهس هم رح عايتين زين ساي صير نستخدم من ثينات اللاب وشبيع واحد كلش كافي أوكي رح نجي نحل عرفنا زمن الجملة وعرفنا قاعدتنا نجي نحل أول مريد نكتب يجب تقديم المفعول به شوف وين في بداية جملة الحل إتا متريدتها لتخلي المفعول به وين بالبداية مثل ما اتفقت المفعول به ممكن يكون كلمة واحدة مثلا نفس ما قلت لك كار كات كاميرا هاوس منزل فممكن يكون كلمة واحدة وممكن يكون أكثر من كلمة ممكن شي يكون أكثر من كلمة زين هسه هنا أستاذ أدى جيب المفعول به هاي الجملة جيت أدى جيب المفعول به وين لقاه وين لقى المفعول به الفعل الرئيسي اللي حددت من عنده زمن الجملة وين هذا أستاذ أوكي اللي بعد مباشرة هو المفعول به اللي بعد هسه هذا مو الفعل الرئيسي اللي بعد من أنا شوف زين أستاذ بعض الطلاب شي يجيب ويجي يركض يخليها بس ذا أبوي ذا ما يصير ذا معناها ل التعريف ل زين يصير الوحادي تشتغل لا والله ما يصير إذن ش تريد ال تريد اسم إذن تجيب ها هي والاسم وين تجيب ها تخلي ها بالبداية زين أستاذ هسه أنا عرفت المفعول به بعد الفعل الرئيسي زين أستاذ هذا حرف الجر يقل لك ترى اللي قبلي هو المفعول به أو شوف نقطة إذا شفت حرف جر لحد الفعل الرئيسي شوف أنا أحد لك من لنا تفهم عليه خاف تلقي تكملة حرف جر قبلي الحرف جر لحد لنا واذا لقيت نقطة ماشي حلو إذن تجيب لي ها وتخلي هين بالبداية هادي شغلة المفعول به دليت أك مكان هذا مكان وبعد سويت عز الطالب دليت أك من يبد وين ينتهي بعدها راح ننتقل للمكون اللي بعد الوز والوير شي يقول الوز والوير يقول استخدام أفعال تو بي أفعال تو بي بالمضارع كان عن إز وار وام لكن هنا أنا ما عندي مضارع ش زمن إلى ووز وير وكاتب لك وحسب زمن الجملة بما أن جملت مضارع إذن يا أما ووز يا أما وير زين استاذ الوز مع منو الوز مع المفرد هاي الوز هاي الوز الوز مع المنو مع المفرد والوير مع المنو مع الجمع زين استاذ شون عرفوا مفرد لو جمعي تعالي لهنا باعلها بيها اس ما بيها اس إذن هاي مفرد ش تخلي ووز زين استاذ وإذا جمع بيها اس ش تخلي تخلي وير زين استاذ أكو كلمات هي جمع مثلا كلمة people يا أبوين تبعت تعرفها people معناها ناس أو جمع خلي وير وضحت الفكرة بس يعني أغلب الكلمات نسبة 98% إذا بيها اس معناها جمع إذا ما بيها معناها مفرد من هذا الباب إذن عرفنا إنه بعد المفعول به نخلي لو ووز لو وير زين ووز إذا كان المفعول به مفرد ما بي اس وير إذا كان يحتوي على اس بعد ها وين نشبق المكون الثالث اللي هو البي بي البي يعني فعل بالتصريف الثالث ولو تلاحظ يجب تحويل الفعل الرئيسي إلى التصريف الثالث وهنا لازم الفعل بالتصريف الثالث لو إيدي لو شاذ وعند جداول كثيرة ولو تلاحظ عزيزي الطاني هذا الفعل اللي هو الفعل الرئيسي لو تلاحظ هذا التصريف الأول اللي هو الفعل المجرد من حول للماض شي يصير يصير سو من حول للتصريف الثالث شي يصير يريد سين وآن ش أريد بالتصريف الثالث إذن سين بعد نوعية أخرى عندك معناها يخترع معناها اخترع اخترع يعني مو خافوها لا يخترع يصنع النفد شي أيضا اخترع أنا ش أريد ما أريد التصريف الأول ولا أريد التصريف الثاني أنا أريد التصريف الثالث والتصريف الثالث شون يكون شكل لو إيدي لو شاذ زين أستاذ أنا ش مدرين يقبل إيدي وش مدرين شاذ عدكم أفعال عدكم جداول بالك راسة دائما أقول حفظوهم من الأول المتوسط والتصاعد من الساب تدا والتصاعد أكفعال شاذ وأكفعال شي صحول أقياسية تقبل إيدي وإحنا نقلكم حفظو تحفظ إنتهج ما تحفظ إذن آخر شي الفعل لازم شي يكون بالتصريف الثالث لو تلاحظ هنا مفعول به هذا المفعول به بعدين مفعول به مفرد شخلي ووز بعدين الفعل الرئيسي بالتصريف الثالث لو إيدي لو شاذ إذن هنا شبي بي إيدي زين باي ما كوني هاي شنستاذ إي أوكي بعض الأحيان إذا كان عندك اسم علي ما كوني أي اسم تقدر تخلي بالأخير لكن شرط شتخلي قبل تخلي قبل باي شتخلي قبل تخلي باي وتخلي نقطة بالأخير ونته زين هستاذ سوين شون نقول سؤال شون يجي بالامتحان وشون إحنا نجاوب عليه ولو تلاحظ بيرد شود العالم بيرد شود بي أظهر عرض عرض الصور على شاشة التلفاز شنو المطلوب من عندك المطلوب من عندك غير لهذه الجملة إلى المبني للمجهول بعد لو تلاحظ هاي الجملة مبني للمعلوم زين ستاشون عرفتها لأن بيها فاعل يسمى العالم جون بيرد فاعل بيرد فهذا فاعل إذن مبني للمعلوم المطلوب من عندي أغيرها مبني للمجهول ش راح أسوي أول شغلة أمشي بالخطوات شن الخطوة سوري شن الخطوة أول بالبداية أول بالبداية معرفة زمن الجملة شن الجملة تحتوي تحتوي على أيدي إذن هاي الحالة الثانية من المبني المجهول في زمن الماضي البسيط الحالة الثانية من المبني المجهول في زمن الماضي البسيط إذن أنا راح أستخدم القاعدة هاي أوكي القاعدة هاي بيش تبدأ بالمفعول به وأنا أجل المفعول به اجل الجملة. اطلب سلام عليكم. راح يلاقي انك الكلمات قدامك. راح تسأل اقلكم عيني من يندل المفعول به وينه? راح يطفر الحقير. من هو الفعل الرئيسي اللي عرفت من خلال الجملة? اللي صير ثاني كان معادة. اش راح يقلك? راح مباشرة يقشر شي يقلك? يقلك هذا. لاحظ? مباشرة الفعل الرئيسي يقلك هذا الي اشتن هو مباشرة بعد الفعل الرئيسي يجي. يجي المفعول به جاي. زين. المفعول به مثل ما اتفقنا عادة يكون كلمة واحد او اكثر. شو انا عرفة اكثر يعني واطلع اجي اذا شفت حرف جار. الحرف الجار يقلك ستوب. لحد لهنا توقف. لحد يعني لهنا توقف. اللي قبلي هو المفعول به اكتبه. اوكي? اذا عرفنا انه هذا هو المفعول به تجيبه بالبداية. راح شا سوي? راح اجيب البيكترز اللي هي الصور اخليها بالبداية. بعدها البيكترز تحتوي على اس. اش اخلي ووزدو وير? لاستاد وير للجمع اذا وير. بعدها اش اريد? اريد فعل بالتصريف الثالث. فهذا الفعل من حوله للتصريف الثالث يصير يصير شاون. لاحظوا هنا شاوت بي اي دي بالماضي شاون. شوفوا? هذا الفعل ادير بالك علي مهم جدا جدا. فهذا التصريف الثالث مالته. ايش قاعد ما تتصور? هذا مهم. كل ايش مهم هذا الفعل? هنا بالماضي وهنا بالتصريف الثالث. وبعدها ش عندي? عندي التكملة المتبقية. ذا اني كل اللي اشتغلت اليها. شوفين? البيكتر جبتها. الوير خليتها من يمي. هذا حولتها للتصريف الثالث بقت التكملة. ايش يبقى عدي بقى عدي اذا عدي اسم هنا مثلا علي نفس ما قتلك جون ما كوني. اوكي? اتخلي لي باي وتخلي نقطة. ازي ان استاذ هاي الباي والنقطة لا ما خليتها عادي? ايو والله عادي تمشي. لكن انا افضل اذا ما يطلبها الاستاذ من عندك خليها حتى نخلص. حتى تتاقض الدرجتين. بهاي الطريقة. انا اخذ مثال اخر وطريقة اخرى. يقول اي لست ماي والت ان ذي ستريت. انا ضيعت محفظتي في الشارع. المطلوب من عندي باسف. اللي هو مبني للمجهول. اهناش عندك عزي الطالب عندك اي. هذا الاي هو الفاعل. اذا هاي جملة مبني للمعلوم. ويريد نحولها الى مبني للمجهول. جيد. شون اول خطوة اتة لازم نسويها? ما عرفت زمن الجملة. شلون اعرف زمن الجملة? من خلال الفعل الرئيسي. لو شاذ مثل هذا لو اي دي. لاست ادل عزمن الماضي. اذا هذا ماضي. اذا هاي الحالة الثانية. من المبني المجهول في الزمن الماضي. البصير. شاستخدم يا قاعدة? القاعدة على. اول ما اجيب المفعول به. المفعول به ش يقول? وين تلقى? طبعا المفعول به طبعة جملة مثل ما اتفقنا. الطب السلام عليكم عليكم وسلام. وين المفعول به? راح يقوم الفعل الرئيسى. يقلك ياемонر ترى هذا اللي بعدي هو الفعل الرئيسي النوب انت تقول ها هذا تجي تباوع زين هذا كم كلمة واحدة اثنين تمشي واحد اثنين تلاق شفت حرف جر الحرف جر in on out from راح يقلك stop هذا حدك لحد لهنا المفعول به يصير قبلي لا تعبر اذا هذن الكلمتين هن المفعول به تجيب هنوان تخليهن تخليها بالبداية فهاي my wallet وانتبه بدأت الجملة حرف كبير رجعا my wallet محفظتي بيها اس لا والله استاد اذا هذا مفرد لازم ش تخلي was بعدها تجيب الفعل الرئيسي بالتصريف الثالث هنا lost نفسه بالتصريف الثالث الفعل اصلا lose منه حوله للماضي شي طيني طيني lost ومنه حوله للتصريف الثالث ايضا lost لان هذا شاذ لازم يحفظ بعدها شي سوي تنزل in التكملة وبعدين the والstreet يعني التكملة الباقية اللي ما اشتغلت عليها تنزل تكملة اوكي تكملة زي نستاش هنا ما خلينا باي اي مو لازم الباي اذا يريدها الاستاذ اكتبه موجودة بالجملة اكتبه اكتبها الباي اما اذا ما ما يريدها من عندك لح تكتبها الباي مو لازم optional بكيفك راح اخد طريقة اخرى نقول his bicycle was stolen قد سرقه stolen سرقه where stolen yesterday شي يقلك يقلك choose طبعا هنا عزيز الطالب هاي جملة اختيار يعني هي مبني للمجهول لكن انت بما انه هي مبني للمجهول لازم انت تمشي عليما تمشي على القاعدة بما انه هنا منطيك مفعول به his bicycle اذا انت تريد يا اما was يا اما where وفعل بالتصريف الثالب تجي للمفعول به مفرد لو جمع هذا his bicycle مفرد لو جمع لا والله استاذ هذا ما بيأس اذا مفرد اذا لازم تروح تختار was لو where لا والله استاذ ال was وبعدها فعل بمن بالتصريف الثالب اذا هذا الاختيار الصحي زين استاذ ليش ما اختارينا هذا اللي بالاخير ايه ابوي ال where ش تريد تريد جمع تعال ليه هذا مفرد لو جمع مفرد اذا هذا ما يصير زين استاذ ليش ما اختارينا بس استولن ابوي بالمبني المجهول بعد المفعول به لازم عندك was lower بالماضي البسيط وهنا انت ما عندك لا was ولا where اذا لازم تختار اختيار يحتوي على احدهما والانسب والصح ومنوع was stolen زين استاذ اتش مدرك هذا يدلع الماضي بالقليل هنا الاختيارات كلها الماضي او yesterday yesterday يتخص يا زمن الزمن الماضي اذا جوابك راح يكون was stolen بهاي الالية تقرأ وبهاي الالية تدرس وبهاي الالية تحفظ واذا رتبت الوضعية وافتهمت من عندي انت بعد من خاف عليك يا مطا اشتركوا في القناة